السلام عليكم طلاب محاضرتنا رح تكون عن السلوك المهني والأخص السلوك المهني الصحي واللي نقصد بتصرفات العاملية في المجال الصحي مع مرضاهم وزملائهم في العمل هذه المحاضرة رح ناخذ تعريف السلوك أهمية السلوك وأيضا مرتكزات السلوك الإنساني والقواعد الأساسية التي يستند عليها العاملين في المجال الصحي لا ترتقي الأمم ولا يخلدها التاريخ إلا بأخلاقها وتراثها العلمي والأدبي وحضارتها الإنسانية ومن كمال الإنسان أن يكون متصفا بمكارم الأخلاق متحليا بمحاسنها وأن يكون محاطا بالخلق الحسن والتصرف اللائق السلوك بصورة عامة عبارة عن مصطلح يطلق على الأعمال الإرادية للإنسان الموجهة نحو غالبية معينة أي تصرفات الإنسان الإرادية تجاه الآخرين السلوك هو تصرف الإنسان أو تصرفات الإنسان الإرادية تجاه الآخرين أو الأعمال الإرادية للإنسان الموجهة نحو غالبية سلوك الإنسان الحسن اللائق يجب أن يرتكز على عدة قواعد والتي هي أهم قاعدة هي حب الخير للآخرين أو للجميع أن يتحلى بالأمانة المطلقة والصدق مع النفس هنا العاملين في المهنة يجب أن يكونوا محبي للخير لجميع من حولهم متحلين بالأمانة وصادقين مع أنفسهم أن يكون العامل في المهنة وبالأخص المهنة الصحية بعيد لكل البعد عن الأنانية الفردية والمصلحة الذاتية وهذا ما ذكرناه في حب الخير للآخرين وأن يكون لديه نظرة إنسانية يشمل الآخرين بالإحترام والعطف والتسامح كما يحب أو كما يرغب أن يشمله الآخرين بعطفهم واحترام والسلوك المهني له عدة مسميات في المجال الطبي نسميه سلوك المهن الطبي، سلوك المهن الصحي، الأداب الطبية أو نسميه التقاليد الطبية ليش؟ لأنها تنتقل عبر الأجيال بالأعراف والتقاليد لا بالأنظمة والقواني وأن لكل مهنة قواعد وسلوكيات تتحكم في علاقة زملاء المهنة فيما بينهم وأن مهنة الطبيب والمحلل والصيدري هي المهنة المنفردة بين المهن التي لا يسمع من أصحابها غير الشكوى وتحملهم لآلام الآخرين وتعرضهم لمواقف تحتاج إلى صبر وحكمة فهي مهنة إنسانية مختلفة عن كل المهن ليش؟ لأنها استعامل مع أرواح الناس ومحبته وهنا في هذه المهنة الطبية رح نعتمد على الفحص والتشخيص الدقيق قبل أن نعتمد على الدعاية والإعلام كما في باقي المهن إذن المهن الصحية أو السلوك المهني الصحي يختلف عن كل أنواع السلوك في باقي المهن ليش؟ لأنه رح يعتمد على الفحص والتشخيص الدقيق أكثر من اعتماده على الدعاية والإعلام أثناء عملك في المجال الصحي يجب أن تستند في هذا المجال على قاعدتين أساسيتين في سلوكك اتجاه الآخرين إذا كنت تعمل في المجال الصحي والطبي قاعدتين أساسيات هي مصلحة المريض هي دائماً الأهم ويجب أن تنال الأسبقية مصلحة المريض هي دائماً الأهم وتنال الأسبقية تتصرف مع الآخرين كما تحب أن يتصرف معك الناس تحب أن يتصرف معك الناس يعني يحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن لكل مهنة في المجتمع سلوك خاص بتلك تعتمد المهن الصحية على الفحص والتشخيص الدقيق قبل أن تعتمد على الدعاية والإعلام إثناء عملك في المجال الصحي يجب أن تستند على قاعدتين أساسيتين وهي أن مصلحة المريض هي الأهم وتكون تعتمد المهن الصحية على الفحص والتشخيص الدقيق قبل أن تعتمد على الدعاية والإعلام كما في باقي المهن أثناء عملك في المجال الصحي يجب أن تستند على قاعدتين أساسيات في سلوكك اتجاه الآخرين وهي أنه مصلحة المريض دائما تكون هي الأهم وأنت لا للأسبقية وتتصرف مع الآخرين كما يحب أن أو كما تحب أن يتصرف الناس معك أو الآخرين معك أهم نقطتين أساسيات أثناء عملك بالمجال الصحي هو مصلحة المريض هي دائما الأهم وتكون مسبقة وتتصرف مع الآخرين كما يحب أو كما تحب أن يتصرف معك الناس وكل مهنة في المجتمع سلوك خاص بها مثلاً عندنا التاجر يراعي لأصول المعازم والأهل التجار المحامي المدرس القاضي كل مهنة والهي سلوك لكن السلوك الطبي يجب أن يكون أقوى وأرسخ لأنه يتعامل مع أرواح الناس ويستند ذلك السلوك على التقاليد والعادات الموروثة وعلى الإسلام ومبادئه والأخلاق الدينية وعلى العلوم الطبية وما يتبعه من تطورات وأساليب حديثة يجب اتباعه وإذا ما تحل الطبيب أو العاملين في المهنة الصحية بالأخلاق الحسنة وتحلوا بقيود السلوك المهني الصحي لأصبح الشخص عبارة عن إنسان آلي يعمل بعيداً عن الآداب وإصول المهنة تعمل الأمم دائماً على رفع المجتمع بالمجال الطبي لأنه بدونه لأنه بدون ثقة المجتمع بالمجال الطبي أو الصحي تصبح الخدمات الصحية دون تأثير وبالتالي ذلك يؤثر على المجتمع في محاربة مرض معين أو رفع صحة المواطن وغيرها من الأمور السلبية والخطرة على باقي أفراد المجتمع نجي على السلوك المهني الطبي أو الصحي وكيف كانوا يعاملون المرضى في حضارة الوطن العربي اللي هي حضارة وادي الرافلين وحضارة وادي النيل بالإضافة إلى الحضارة اليونانية وصولا إلى حضارة الإسلام أو الحضارة العربية الإسلامية وادي الرافلين وادي النيل كانوا يعني كسلوك مهني أو التعامل مع مرضى يعتمد على أو تميزت بالتنبؤ إلى بعض الأحداث النفسية والجسمية وكانوا يعتقدون بوجود الأرواح الخبيثة داخل الإنسان وهي اللي تسبب المرض وكان يفتقدون إلى أسلوب التعامل الجيد مع المرضى أما الحضارة اليونانية كان علاجهم للمرضى النفسيين يعتمد على تأثيرات نفسية ممزوجة بالخرافة وأحيانا يرافقها عقاب تشخيصهم لبعض الأمراض النفسية والعقلية والجسمية وكانت مهنة كهنة المعابد هي السائدة كانوا يعتمدون على المعابد الأسكولابية اللي هي أصبحت كمستشفى طبية للمرضى النفسيين أما مبادئ السلوك المهني الطبي في الحضارة العربية الإسلامية جاء الإسلام واضعا انطلاق عملاقة في المجال الطبي والسلوكيات الطبية حيث أصبحوا الأطباء العرب شديدي التعلق بالممارسة والتجربة وكان للقرآن الكريم دور كبير وكان للقرآن الكريم دور كبير في ذلك كانت تعاملهم مع المرضى تعامل إنساني أي إن التعامل مع مريض تكون كإنسان له مشاعر وأحاسيز ولا تعتمد على علاقته معه على العلاقة الروتينية وعطاء العلاج وأن يكون متصفا بالتواضع غير متكبر وغير مغرور ولا يتعالى على المرضى هاي صفات المهني الطبي وأن يتحدث مع المريض بأسلوب جميل وبلطف ويعزز في نفس المريض الأمل في الشفاء يسأل المريض عن شكواه ومعاناته وكيفية مساعدته لاجتياز الأزمة وحل مشكلته عليه بالصبر والتأني وضبط النفس عند التعامل مع المريض أن يتحل صاحب المهنة الطبية بالإرادة القوية والسيطرة على النفس في المواقف الانفعالية والتحدث بأسلوب جيد مع المريض وإقامة علاقة إنسانية بين المعالج والمريض بهدف تعيين حالته والوصول إلى تشخيص معين للحال من خلال ما ذكر نلاحظ هناك فرق شاسع وكبير بين المهنة الطبية في الحضارة العربية الإسلامية وبين باقي الحضارات الأخرى وهي حضارة اليونانية وحضارة الوطن العربي وهي واد الرافدين وواد النيل هذا كل ما يتعلق بالمحاضرة الأولى للسلوك المهني وهي كمقدمة بسيطة عن تعريف السلوك المهني وأهميته والقواعد الأساسية التي يجب أن يتحلى بها أو يرتكز عليها السلوك الإنساني والقواعد الأساسية التي يستند عليها العاملين في المجال الصحي اللي ذكرناها أهم شيء مصلحة المريض تكون هي دائما الأهم وأنتنال الأسبقية وأنه يجب أن يتصرف مع الآخرين كما يحب أن يتصرف معه الناس وأخذنا كيف تكون سلوكيات المهنة الطبية في حضارات الوطن العربي ووصولا إلى الحضارة العربية الإسلامية ترجمة نانسي قنقر